اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو ده اشرح طريقة التهديم على منحة مقدمة من جامعة كونكورديا والجامعة دي موجودة في كندا. المنحة دي ممتازة جدا المنحة دي ممولة بالكامل وشاملة جميع المصاريف. وفيها تخصصات مختلفة كتير من ضمنها الهندسة. تابع معايا شرح طريقة التهديم اللي انا اوضحها لك في الفيديو ده. طبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التهديم خلينا نعرف ما بعض ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة دي. وانت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح. وكمان لو انت عيس تقدم ناسك فانت بتتابع خطوات الشرح الموجودة في الفيديو ده. لو انت عيس تقدم من خلالنا فده بيتم عن طريق انك بتم لقى الخاص بنا. واللي بتلاقي الانك بتاعه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده. واحنا هنتوصل معاك مباشرة. وكمان في عروض خاصة لكل متابعي قناة دكتور المنح. لما يجوا يقدموا من خلالنا على المنح اللي احنا بنقدمها. طيب انيجي ننزل مع بعض هنا لتفاصيل المنحة زي ما قلنا الدولة المصادفة الكندا. والجهة المناحة واسم الجامعة هي جامعة كونكورديا. ونوع المنحة دي ممول بالكامل. وكمان المراحل الدراسية البتوفرها المنحة دي. يعني لو انت طالب حاليا فالصف الثالث السنوي. يعني انت حاليا بتدرس في سال� سنوي. انت ينفع تقدم على الفرصة دي. بالنسبة لاخواتنا التانيين اللي ما عندهمش كلمة سنوية العامة. اعندهم كلمة لو انت في اخر سنة في البكالورية فانت ينفع تقدم على المنحة دي. لو انت خلصت الباكالورية او خلصت السنوية العامة فانت تقدر برضو تقدم على فرصة دي. لو انت طالب في الباكالوريوس بالفعل فانت ينفع تقدم على فرصة دي. لو انت تخرجت من الباكالوريوس وعايز تدرس باكالوريوس تاني فانت ينفع تقدم برضو على الفرصة دي. كمان في ملحوظة اهمة ان المنحة دي مش بتطلب منك شهادة اثبات لغة انجليزية عند التعديم على المنحة. كمان مش بيكون هناك سن محدد يعني تقدر تقدم على الفرصة دي لدراسة الباكالوريوس كمان يمكن لجميع الطلاب من كل دول العالم والطلاب العرب ان هما يقدروا يقدموا على فرصة دي اي طالب من اي دولة عربية اخر معدل التعديم على فرصة دي واحد فبراير عشرين واحد وعشرين طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة طبعا انا زي ما قلت لك ان المنحة دي فيها تخصصات عديدة وفيها تخصصات مختلفة طيب انت هتلاقي هنا عندك كلية الادارة هتلاقي هنا عندك كلية التربية كمان هنا بالنسبة لكلية الهندسة هتلاقي فيه هنا اقصام مختلفة بالنسبة للهندسة فيه هنا كلية الحاسبات والمعلومات هتلاقي هنا فيه تخصصات مختلفة دي هنا اللي هو الكمبيوتر ساينسز بعد كده هنا بالنسبة لكلية الهداب فيه طبعا تخصصات مختلفة من كلية الهداب انت هنا بتلاقي كل التخصصات دي انا سيبها لك كمان فيه كلية العلوم وفيه الحاجات الخاصة بتخصصات العلوم هتلاقيها هنا زي وتبهر هتلاقي ده كله هنا فيه كمان هنا كلية التجارة هتلاقي برضو تخصصات بتاعتها موجودة زي وتبهر هتلاقي كل التخصصات دي موجودة وكمان هتروح على اي تخصص بمجرد ما بتضغط عليه بتلاقي كل حاجة موجودة عن التخصص ده مدة الدراسة لغة الدراسة وهكزا وكمان كل الحاجات دي هوريها لك واحنا بنملك وبنفتح الموقع الرسمي الخاص بالمنحة دي طيب بالنسبة لمميزات المنحة والتمويل زي ما انا قلت لك ان المنحة دي ممولة بالكامل اول حاجة في ملحوظة مهم هنا انا عايزك تركز فيها معايا ان المنحة دي بتوفر لك كرس لغة انجليزية علشان تقويك في اللغة الانجليزية قبل بداية البرنامج اللي انت هتدرسه كمان بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة بتوفر لك راتب شهري بتوفر لك السكن مجانا بتوفر لك التأمين الصحي بتوفر لك مصاريف خاصة بالعدوات المدرسية بتاعتك زي الكتب زي الكشاكل اللي انت هتحتاجها تذكر فيها او تستخدمها في المحاضرات كمان لو انت شخص متزوج يمكنك استحاب عائلتك معك. طيب بالنسبة للمساندات المطلوبة هو مطلوب منك ايه في المنحة دي مطلوب منك صورة من جهاز الصفر لو مش معك جهاز الصفر فانت ممكن ترفق له صورة من الهوية الشخصية بتاعتك اللي هو البطاقة الشخصية او صورة من شهادة الميلاد. كمان مطلوب منك صورة من شهادة السنوية العامة ده لو انت خلصت السنوية العامة بتاعتك او انت خلصت الباكالورية بتاعتك ولكن لو انت لسه في الصفر السالس السنوي او لو انت لسه في اخر سنة في الباكالورية فانت ممكن تعمل ايه? هتجيب له صورة من شهادة السنوية العامة بالنسبة للصف الاول والساني السنوي وهتجيب له اثبات كده انك في الصفر السالس السنوي وطبعا كل الاوراق اللي احنا بنقولها دي لازم تكون باللغة الانجليزية. كمان يكون طالب منك السيرة الزيتية هيكون طالب منك الخطاب التحفيزي. طيب هنيجي ننزل مع بعض هنا للتقديم على المنحة. المنحة دي هتقدم عليها ازاي? المنحة دي بتقدم عليها في تلات خطوات. في تلات خطوات دولة انا هشرحهم لك. اول حاجة انت لازم تقوم بالتقديم على الجامعة. لازم تقدم على الجامعة وتحصل على القبول الجامعي. وده اللي انا هشرحه معك. طيب بعد ما بتحصل على قبول جامعي هو بيدي لك حاجة اسمع اللي هو رقم خاص بك اللي هو ده خاص بك اسمه طيب ده هنستخدمه في ايه? هنستخدمه ان احنا نقدم على المنحة واللي بتاع المنحة هتجيبه من هنا او من جوه على الموقع الرسمي للمنحة. انت بتملق ده وبتبعاته على ده. يبقى اول حاجة احنا نقدم على الجامعة عشان نحصل على قبول. بعد ما بنحصل على قبول بيدينا بعد احنا بنملى الخاص بالمنحة. طيب هل ينفع نملى خاص بالمنحة قبل ما ناخد قبول جامعي? لا ما ينفعش. ليه? لان انت بعد ما بتاخد قبول بيكون في حاجة اسمها كونكورد يا اي دي. هو بتاعك. طيب انا الاول هشرح لك هنا الخاص بالمنحة اللي هو احنا هنملى بعد ما ناخد القبول الجامعي. ولكن انا عايز اشرحولك الاول لسبب. احنا هنفتح مع بعض الخاص بالمنحة نفسها. هيفتح معنا بالشكل ده زي ما احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. هنا فتح معنا هنيجي ننزل مع بعض. دي كلها ارشادات وتعليمات طبعا. ده الايميل اللي انت هتبعت عليه الملف ده بعد ما تملاه. هنا بتيجي معي. اول حاجة هنا بتكتب اسمك الرابع وبتكتب اسمك انت. هنا ده اللي انت هتكتبه هنا بعد ما تحصل على قبول جامعي. تمام? علشان كده انا قلت لك انا هشرح الملف ده الاول. ده الملف الخاص به او الخاص به المنحة. هنا هتكتب الايميل بتاعك هتكتب هنا رقم تليفونك تاريخ ملادك عنوانك المدينة بتاعتك المحافظة. هنا هتكتب لواء المدرسة السنوية اللي انت فيها. هنا التاريخ اللي انت خلصت فيه السنوية العامة بتاعتك او البكالورية بتاعتك او هو هنا بيقولك التاريخ اللي انت هتخلص فيه السنوية العامة بتاعتك او متوقع ان انت تخلص فيه البكالورية بتاعتك. بعد كده هنا انت بتيجي في الجزء ده هو هنا بيقول لك خلي بالك انت لازم تعمل سيرة ذاتية. لازم تعمل الحاجات دي انا قلتها لك. والحاجات دي طبعا انت هتبعتها على نفس الايميل مع ده تبعتهم مع بعض على الايميل. هنا بتيجي بالنسبة للجزء الثالث هنا دي معلومات عن الشخص اللي يكون وصع لك. يما يكون مدرس سنوية عامة بتاعك او مدرس بتاعك هو هيكون استاذ جامعي. هنا انت بتكتب اسمه الرابع اسمه هو الايميل بتاعه. بتكتب رقم وهنا بيقول لك هو علاقته بيك ايه? مسلا مدرس ليك استاذ جامعي ليك وطفرة تكتب هنا. طيب انت بعد ما بتكتب الحاجات دي هم طبعا بيبعتوا له ايميل بيسألوه عنك. بيطلبوا منه ان هو يكتب عنك. بعد كده انت هنا طبعا بيقول لك ما تنساش الحاجات دي. بتيجي بتعمل تشك على المربعات دي. بعد كده انت بتعمل تشك على المربع ده. بعد كده انت بتبعت له على الايميل اللي انا قلتلك عليه. طبعا انت مليكش دعا بالجزء ده. ده الجزء خاص بهم هم بتسيبه خالص. بعد ما بتملك جزء ده انت بتبعت ده على الايميل اللي هو مدهولك هنا. زي ما انا قلتلك. تمام? طبعا انت زي ما قلتلك ده هتملأ امتى بعد ما تحصل على قبول الجميع? علشان خاطر هيدي لك الرقم اللي هو اللي هو هنا ده انت هتحتاجه بعد ما تحصل على قبول جميع. طيب هنيجي مع بعض هنا. في حاجة تاني. هو بيقول لك ان لازم خطاب التوصية يتملي من الفورم ده. تمام? ويتبعت على الايميل ده. طيب انا برضه هفتح لك خطاب التوصية من هنا علشان خاطر اوروه لك وتكون على علم به. ادي خطاب التوصية فتح معنا. هننزل مع بعض هنا. ده مطلوب منك تعمل في ايه? مطلوب منك ان انت تاخده للدكتور او الاساس اللي هيكتب لك. خطاب التوصية هنا هيكتب اسمك الرابع بتاعك انت وهنا اسمك انت الايميل وهنا طبعا اللي هو الرقم اللي اخدت لما حصلت على قبول جامعي. بعد كده هنا هو هيكتب معلومات عن نفسه اسمه الرابع اسمه هو الايميل رقم التليفون هنا المكان اللي بيشتغل فيه وهنا ده الدور او المسمى الوظيف بتاعه هو هنا بيقول له اكتب لنا الف كلمة الالف كلمة دولا اللي هم ابرع عن خطاب توصية هو هنا مدي له ادي واحد اتنين تلاتة اربعة اربع حاجات هو المفروض يكتبه معنا وطبعا هو هيعمل شكة المربع ده وهيبعت الابليكيشن ده بالاضافة لخطاب التوصية المقاول من الف كلمة الى الايميل اللي انا قلت لك عليه اللي هو هتلاقيه برضو موجود هنا طيب هو هنا طالب منك ايه هو هنا بيقول له اكتب عن الطالب ده انت علاقتك بالطالب ده ايه انت ليه شايف ان الطالب ده يستحق اللي هي المنح دية كمان هو هنا بيقول لك اشرح لنا دور الطالب ومهاراته القيادية ومهارات التواصل بتاعته وازاي هو بيأثر في المجتمع بتاعه وكمان هنا في السؤال الرابع هو مطلوب من الشخص اللي اكتب لك خطاب التوصية ده انه يوضح ازاي المنحة دي هي هتساعدك انت في الدراسة بعد ما بيكتب خطاب التوصية المكون من الف كلمة وكمان بيملى الابليكيشن ده بيبعتهم على الايميل ده طبعا لو انت عايز من قناة الدكتور المنح ان هي تملى لك او تكتب لك اللي هو وتساعدك في كتابته وطبعا انت بتمضيه من دكتور خاص بيك فاحنا بنعمل كده طيب هنيجي نرجع مع بعض هنا تاني طبعا زي ما انا قلت لك اول حاجة عايزين نقدم وناخد قبول جامعي علشان ناخد وبعد كده نبقى نملك خاص بالمنحة بعد ما ناخد القبول الجامعي ولستودينت اي دي وعلشان برضو نملك خطاب التوصية طيب القبول الجامعي ده هنعمله ازاي? انا هنا سايب لك الموقع الرسمي الخاص بالمنحة لو انت عايز تدخل عليه وتشوف كل البيانات المعلومات اللي انا شرحتها هنا فانت بتضغط هنا در البيانات المعلومات براحتك انا مش عايز اطول عليك وقت الفيديو انا هاجي معاك هنا للتقديم مباشرة على المنحة هفتح معاك الصفحة الخاصة بالتقديم مباشرة وهو وريلك ايه اللي هي الخطوات اللي انت تمشيها في التقديم على الفرصة دي طبعا انت بتيجي هنا معايا طبعا انت هنا هتيجي هنا هتضغط عليها هتفتح معاك الصفحة دي هتيجي هنا بتعمل على المربع ده. بعد كده هنا بعد كده هتفتح اماك الصفحة دي بتكتب هنا اسمك انت هنا اسم والدك هنا اسمك الرابع تاريخ ميلادك انت هنا بتختار سواء او في ميل بعد كده بتكتب العنوان بتاعك بتكتب هنا بتاعك. بمجرد ما بتكتب بتاعك بتضغط هنا على بيبعت لك كود. بص انا هنا بعتك كود على بتاعك زي ما انت هتشوف دلوقتي. بتلاقي هنا مكتوب ده. هو بعته لي. انت بتاخد الكود ده وبتيجي هنا بتحط هنا بعد كده هنا بيقول لك هل انت درست في جامعة قبل كده او اشتغلت في جامعة قبل كده. لو انت عملت حاجة من دولة فانت بتختار يا سلا ولا بتختار نوع. بعد كده بتضغط على بمجرد ما ضغطت على فهو بيدي لك الخاص بيك وبيدي لك خاص بيك وبيحول لك على الصفحة الخاصة او اللي هو تسجيل الدخول علشان تملأ بمجرد ما بتضغط على هو بيجيب لك سؤالين او تلاتة بيقول لك هل انت طالب دولي ولا طالب من دولة امريكا او دولة كندا فانت بتختار ان انت طالب دولي اللي هو انت بتختار برضو ان انت بتدرس برنامج اللي هو بتختار ان انت اتخرقت من اللي هو اللي هي المدرسة السنوية بعد كده بيفتح معك بتاعك اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. بعد ما حولك على الصفحة الخاصة ادي هنا كتبت ان اللي هو بتاع اللي هو بعته لي وبعد كده ادي الباسورد اللي هو برضو من الدهوني هنضغط هنا مع بعض على بعد كده هتضغط هنا على بعد كده هنا بتيجي معايا اول حاجة هنا انا مسلا بقدم على برنامج فانا هنا هختار بعد كده هضغط على هو طبعا هيعمل بعد كده هنا هيقعد يسألني شوية اسئلة انا هنا طبعا فانا هنا هضغط ان انا خلاص طالب اتخرجت من المدرسة السنوية العامة او في المدرسة السنوية العامة بتاعتي بعد كده هضغط على بعد كده هيدخلنا على السؤال البعد كده انت هنا طبعا انت طالب درست في دولة خارج الولايات المتحدة وخارج كندا فانت هنا هتختار هتختار المربع ده هتضغط على بعد كده هيجي هنا بيقول لك انت هايستدرس امتى فانت الاختيار البحيط قدامك له فول عشرين واحد وعشرين هتضغط بعد كده هيدخلنا على الجزء بعد كده. بيعمل هنا الاول عشان خطر يحمل لك البيانات. هنا طبعا هو ادي لك بتاعك. احنا مطلوب مننا ان احنا نملك البيانات دي. بيانات سهلة وبسيطة. هنا معلومات عنك انت هتلاقيها مكتوبة. اسمك الرابع ده طبعا انت دخلت انت بتعمل اسمك انت تاريخ ميلادك. بتاعك هنا هتيجي طبعا تختار بتاعتك. مسلا انت من دولة من مصر من تونس من الجزائر ايا كانت الدولة بتاعتك بتفتح ايسا. انت طبعا بتختار بمجرد ما بتختار هو هنا بيقول لك اختار الدولة بتاعتك هنا مسلا هنا من مصر اختار مصر. بعد كده هنا بتفتح تختار اللغة بتاعتك اللي انت بتتكلام. انا مسلا بتتكلام عربية اختار هنا عربية. هنا طبعا العربية برضو فان هنا اختار عربية. بعد كده هنا بيقول لك تيجي في الجزء اللي هو لو انت عندك كود بتكتبه لو ما عندكش خالات بتسيبها فاضي عادي جدا. بعد كده بتيجي هنا طبعا هنا بيقول لك انت هنا بتدخل الدولة بتاعتك هنا بتكتب المدينة ترد فيها هنا اسم والدتك والاسم الرابع لولدتك والاسم والدك والاسم الرابع لولدك هنا بتكتب الايميل بتاعك وبتكتب الايميل بتاعك هنا مرة تانية بعد كده هنا بيقول لك اكتب رقم تليفونك طبعا انت هنا لازم تيجي تدخل كود الدولة بتاعتك هنا مسلا في مصر اللي هو اتنين زيرو بعد كده بتكتب رقم التليفون بتاعك بعد كده هنا بيقول لك انت بتفتح السامو بتختار الدولة بتاعتك مسلا هنا هختار مصر. بعد كده هتضغط على ولكن هنا الاول طبعا عشان اخترت مصر هو هنا بيقول لي دخل العنوان بتاعك. هنا دخل المدينة بتاعتك. انا ببدأ ادخله البيانات دي كلها. بعد كده هنا بكتب الدولة بتاعتي اللي هي ايجيبت بالشكل ده. بعد كده هضغط هنا على بعد كده هنيجي في الجزء اللي بعد كده وهو او اللي هو انت بتيجي هنا طبعا بتختار المجال اللي انت عايز تدرس فيه انت هنا بتيجي فيه هو هنا انت هنا طبعا بتختار مسلا تلات اختيارات او اختيارين او لو عايز تختار اختيار واحد عادي جدا بتيجي هنا عند علامة وبتبدأ تشوف التخصص اللي انت عايز تدرسه طبعا هيظهر لك التخصصات اللي انا قلت لك عليها انت هنا مسلا انت لو عايز تعمل مسلا او انت عايز تشوف بيبدأ امتى بينتهى امتى الكلام ده كل انت بتختار لو عايز تختار من هنا ببشارة انت بتختار طبعا انت هنا عندك تسعة صفحات تختار منهم البرامج او الكليات اللي انت عايز فيها انا اختار مسلا اي واحد هنا معك وليكن مسلا اللي هو في اللي هو هضغط عليها بمجرد ما بضغط عليها هتنزل لي هنا بعد كده هنا بيقول لي اللي هو مسلا تخصص اللي انت عايز فيه فهو هنا هيفتح لي هو هنا بيجيب لي كل التخصصات انا بختار مسلا هو على سبيل المثال بمجرد ما بضغط عليها هو بيختارها لي. بعد كده هنا لو انت عايز تقدم على تانية في نفس التخصص زي انت هنا بتيجي تضغط على هو هنا بيقول لك لو مش عايز خلاص بتسيبها فاضح. ولو انت عايز تختار كلية تانية بتيجي هنا بتعمل تضغط على علامة دي. بعد كده بتختار بتاعتك. لو انت عايز تدخل رغبة تالتة بتيجي تضغط على علامة دي. وهنا بتيجي تضغط على بعد كده بتضغط على بعد كده هنا بيقول لك بالنسبة للأزر او هنا بيقول لك دي لو انت عايز تكتب له هنا عن حاجات تانية انت عملتها تدريبات عن انشطة انت اشتركت فيها اعملت طوعية اي حاجة انت بتكتبه هنا هو بيقول لك هنا تلات تلاف وخمسمية حرف فانت هنا بتكتب له ما لا يزيد عن تلات تلاف وخمسمية حرف بتكتب له اي عدد من الحروب عن نفسك تدريبات اخدتها شهادات انشطة اتا عملتها يفضل ان انت تكتب الجزء ده بعد كده تضغط على هدخلنا في الجزء اللي بعد كده وهو طيب الجزء ده انت مطلوب منك ايه ان انت تدخل بيانات عن المدرسة السنوية بتاعتك لو انت خلصت الكلية وبتقدم على فرصة دي فانت بتدخل بيانات على المدرسة السنوية العامة بتاعتك وبتدخل بيانات عن اللي هو الكلية بتاعتك لو انت خلاص خلاص السنوية العامة بس فانت بتدخل بيانات على المدرسة السنوية العامة بتاعتك بس انت هنا بتيجي تختار بعد كده هنا انت بتشوف الصفحة اللي هو بيدها لك طبعا هنا انت بتكتل اسم المدرسة بتاعتك والدولة بتاعت المدرسة لو ما لقيتش المدرسة بتاعتك بعد ما تعمل لو ما طالعتش هنا انت بتعمل بعد كده هيرجعك للصفحة اللي كنا فيها انت هنا اتضغط على هو هيجيب لك بقى صفحة انت ادخل فيها اسم المدرسة بتاعتك وكانت امتى هو هنا طبعا بيقول لك انت هنا بتدخل فيها بينات المدرسة بتاعتك. مسلا الدولة اللي كانت فيها المدرسة بتاعتك. انا مسلا كانت مصر هضغط هنا على ايجبت. بعد كده هنا هكتب اسم المدرسة. هكتب هنا مسلا اي حاجة المحافظة اللي كانت فيها المدرسة. عنوان المدرسة. هنا انا بدأت الدراسة امتى? انا هنا بختار التاريخ على سبيل المسال الفون وسبعتاشر شهر تسعة. تاريخ يعني خلصت مسلا الدراسة امتى? هنا انت خلصت الدراسة امتى? او الداخل للطريق الخاص بيك يعني بالزبط. هنا اللي انا حصلت عليها مسلا وحصلت على مدرسة سنوية. هضغط بعد كده على هدخلنا على الجزء الخاص في الجزء الخاص انت هنا بتيجي بتعمله. بتيجي تختار بتشوف الحاجة اللي انت عايز ترفعها. مسلا انت هسترفع بتاعك ما انت بتضغط هنا على بتيجي هنا مسلا في الجزء الخاص ده حاجة بتهرفق انت بعد كده بتعمل وهكزا كل ما بتيجي ترفع حاجة انت بتختار من هنا. بعد كده بتيجي بتوصفها بعد كده بتعمل لها بعد كده بتضغط على فهو بيدخلك بعد كده على الجزء الخاص في الجزء الخاص بالسابمت انت بترجع الملف بتاعك وبتعمل وبتستنى منهم ان هم يدوا لك قبول بمجرد ما بتحصل على القبول بإذن ربنا انت بتاخد وبتروح بقى على الخاص بالمنحة طبعا انت بتملع زي ما انا قلت لك وبعد كده بترفق له الاوراق المطلوبة منك كثيرة ازي ايها وبتبعتهم على الاميل ده اللي انا قلت لك عليه وبرضو انت بتخلي الشخص الواصل عليك سواء دكتور جامعي او مدرس لك في السنوات العامة يملى الجزء ده الابليكيشن ده وطبعا هو اللي هو انا كده اكون شرحت لك طريقة التقديم على منحة المقدمة من جامعة كونكيرديا في دولة كندا اتمنى ان الكل استفاد من الشرح هتمنى الكل يقدم على فرصة دي ما متنسوش ان في عروض خاصة لمتابعي قناة دكتور المنح لو انتوا عايزين تقدموا على المنحة دي او منح اخرى. تمنى لكم التوفيه ما تنساش في ناية الفيديو انت تعمل لايك تعمل لايك تعمل اشتراك في القناة وعلى الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح وشكرا